موسيقى موسيقى اللي اهمنا في الجال الهاني في لجنة العشرة طبعا مهما دازل عندنا حياة عدل انتقام فيه كان احد المكتسبات الموجودة في دستور 2012 وطبعا ده كان احد المكتسبات الهمة جدا اللي اتهمنا كمحامين وتهم العدالة واعتقد ان كان فيه ضغط من القضاء لإلغاء المادة دي المادة اللي هي بتمص على ان من القضاء في محكمة الجنايات على ضربتاته قاضي وبالتالي ده موضوع اهمنا ودي رسالة مراجب الشارع اي حد بقابلي من المواطنين بيطلب ان المادة دي تعرض ان المادة دي هترتب عليها اسراع في المحاكمات قد يكون اسراع بها قد يكون اسراع بها ضغاية 3 أو 5 فاللي بيهمنا كمان ان احنا هنشتغل السياحة انا باقترح انها هيبتة فيها يومين دينا كمحامين ويليل النقاشات هيبقى في ترتيب الاخ ومسلا الزميل اللي مقدم مقترح يقدمه مكتوب وايه الهدف منه اقترح في الاخر بعد ما انخلص المقاشات سواء من زملاء في لجان الحروريات او المحامين الزملاء في النقابات خارج القايرة ان يتم عهد مقتمر ونقابة المحامين كمؤسسة عندها فوق العشرين تلاتين أربين مليون توكين من الشعب المصري ان يكون ذلك المقتمر مش هنطل على من شعبي يطرح الرؤية لتكون ضابطة لانهم همسل رؤية الشعب المصري فالنقابة ده لازم يتعامل لنا ولازم بجلة الاجتماع تستمع لأكبر قطر من المحامين انا كان طبعا فيه زومة لابتين ويعفون طعيفس اسامة ان كان بطلب منها روح مجلس الشورى وما كناش بروح اننا كنا مقترحين من الدستور ده بيختار